في صفر بدأ المرض مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم استمر معه إلى ربيعه الأول وكان مرضه شديدا حتى إن عائشة أم المؤمنين أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه المرض أراد أن يقوم للصلاة يدى يخرج المسجد والمسجد تعلمون أنه ملاصق لبيت النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج فسقط مغميا عليه صلى الله عليه وسلم فلما أفاق قال صلى الناس قال هم ينتظرونك يا رسول الله قال قربوا لي الماء فاغتسل صلى الله عليه وسلم ثم قام يريد أن يتبئ المسجد فسقط بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يقوم وغمي عليه مرة ثانية فلما أفاق قال صلى الناس قال هم ينتظرونك يا رسول الله فقال قربوا لي الماء فاختسل مرة ثانية صلى الله عليه وسلم وقام إلى الصلاة فسقط الثالثة صلى الله عليه وسلم فلما أفق قال أصلى الناس قال هم ينتظرونك يا رسول الله قال مروا أبا بكر فليصلب الناس ماني قادر خلص كان يقول ماني قادر حاولت ثلاث مرات أحاول أن أقوم لا أستطيع فقال مروا أبا بكر فليصلب الناس فصلى أبا بكر في الناس اثنى عشر يوما والنبي مريض صلوات ربي وسلامه عليهم في يوم من الأيام خلال هذه الأيام استدعى النبي عائشة أم المؤمنين وكان قد مرض في بيتها استأذن من أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا عائشة قال يا عائشة أين الدنانير السبعة التي أعطيتك إياها قالت محفوظة قال تصدقوا بها لا أريد أن يبقى عندي مال تصدقوا بها قالت نعم يا رسول ثم أغمي عليه فلما أفق قال يا عائشة ما صنعت بالدنانير قالت موجودة يا صلى الله عليه وسلم هي مشغولة بالرسول صلى الله عليه وسلم قالت موجودة قال تصدقي بها فتصدقت بها قال الآن يعني آرتحت وهذا يدلنا عن النبي لم يترك شيئا لأولاده ميراث ما ميراث ما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم سبع دنانير قال لا حتى تصدقوا بها حتى يتصدق بهذه الدنانير السبعة صلى الله عليه وسلم وقال ما ظن محمد بربه إن لقيه وهذه الدنانير معه لم ينفقها يقول صلى الله عليه وسلم قال أنفقوها فأنفقها صلوات ربي وسلامه ثم جاءت فاطمة بنته تعوده وهي الوحيدة التي بقيت وإلا كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياتهم القاسم عبد الله وإبراهيم وزينب وامكلثوم ورقية كلهم توفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما بقيت إلا فاطمة فهي الوحيدة التي أصيبت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أصيب بجميع أولاده فجاءت فاطمة ووقفت جلست عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اقتربي فاقتربت منه فسارها أي قال لها سرا فبكت رضي الله عنها فلما رأى بكاءها قال اقتربي فاقتربت فسارها مرة ثانية فضحكت فلما قامت من عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءتها عائشة أم المؤمنين فقالت لها ما رأيت قريبا من بكاء إلى ضحك من هذا بكيت ثم ضحكتي ماذا قال لك قالت ما كنت ليفشي سر الرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يسمعك كان أسمعك هو الآن قال لي سر بل أنا أقوله لك ماذا فائدة السر مفائلة السر فسكتت عائشة رضي الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما زال هذا الموضوع يشغل بل عائشة فرأت فاطمة فاسألت قالت الآن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبريني بحقي عليك لأنها بمزلت أمها لأنها مرتبوها مع أن عائشة أصغر من فاطمة بثمان سنوات تقريبا فقالت لها أسألك بحقي عليك ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم ضحكت قالت سارني الأولى فقال إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة وهذه السنة عارضني القرآن مرتين ولا أظن إلا إنه أوان أجلي هذا وقت وفاتي فبكيت فلما رأى بكاء سارني ثانيا قال إنك أول أهلي لحوقا به ألا يسرك أن تكون سيدة نساء أهل الجنة تقول فضحكت ترجمة نانسي قنقر